مجان الوحيد اللي موجود في جمهورية الوصول العربية بلا قانون هو الإعلام والغريب أن الدولة من رأسها إلى قدمها بتشكو من الإعلام ومع ذلك محدش من ساعة دستور 2014 وفي يناير 2014 لحد النهاردة احنا بنتكلم في كام؟ في ثلاث سنين؟ ثلاث سنين تقريبا الرئيس الجمهورية كان في يده السلطة التشريعية لفترة ثم انتقلت السلطة التشريعية للبرلمان لا طلع قانون الإعلام ولا طلع المجلس الوطن للإعلام ولا طلع هيئة المشاعر في الصحافة إيه ولا طلعت كذا ثلاث سنوات ونحن في فوضى إعلامية كاملة من اللي يلومين بقى؟ احنا الأصول إن احنا كإعلامين احنا اللي يلوم الدولة وكانوا بيقولولنا فاكر أنا عدنا يا ما عملنا العديد من الجلسات صحيح وما بين فاكر أنت لجنة يقولك لجنة محلب ولجنة الإعلاميين اللي هي الخاصة اللي عملناها لجنة الخمسين ما يسمى بلجنة الخمسين يا سيدي وعملنا ورفعنا برضو وللأمانة برضو بزل فيها مجهود كبير برضو طيب الزكر برضو أشرف العربي على فكرة صحيح صحيح للتجميع بين وجهتين النظر ما بين لجنة محلب ولجنة الخمسين ودفعناها للبرلمان وارتقى البرلمان إنه يفصلها لجزئين الكيان التنظيمي الأول والكيان بعد كده إيه المطلوب وإيه القانون مصبوط خلصوا البرلمان بقالوا دي يا أستاذ تامن أعتقد إنه أكتر من شهرين لا أكتر كبير طيب أكتر من شهرين ما طلعوش ليه الله أعلم ده جزء منه إذا كانوا آه بيقولوا لنا إنه في بعضكم بيتجاوزوا كلامين ده طلعوا المجالس كي تحاسب بتاعه حاجة جميلة إنه طلع الحمد لله المجلس التأسيسي لنقابة الإعلاميين أخيرة للأمان عليها دور كبير أو اللجنة التأسيسية دي طبع طبع حاولت تعمل بمجهود شخص تأهموها أنت وزيرة وحكومة وكدت سلطة بزيما جيش بقى فيه إنقابة دلوقتي فالتعمل هي قانون مساق الشرف للإعلاميين صحيح تحدد مين هو مثلا الإعلامي الغير عاملين بالإعلام أصلا مثلا من نجوم الرياضة والفن وتحط لها شوية شروط مين اللي ينبغي إيه الدورات اللي ممكن رغم أننا طبعا يعني متأمل خير لأنه ده حلم طال انتظاره إحنا من التمانينات وإحنا من ناضل من النصفة والشريف ده حي الله يمسي بالخير يعني وإحنا بنتكلم وكان ساعتها برضو الله يمسي بالخير أستاذ إبراهيم نافع لما رفض إن إحنا نخش معهم نقابة الصحفيين وقالك لأ 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 يعني خلوا كونتوا برة وإحنا بنساعتها وإحنا بنناضل بالأجل هذا الحلم